موسيقى الطب النفسي للممارس العام عنوان تكوين طبي بالعربية حول الأمراض النفسية نظمته جمعية الأطباء الفحصين بالصدى بشراكة مع الجمعية المغربية للتواصل الصحي احتضنه فضاء كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء صباح اليوم الأحد وحضره عدد من الدكاترة والأطباء وجمع من الخبراء والمهتمين بالقطاع الصحي من عدد من أقطار العالم جمعيتنا تنظم مرة كل شهر دورات تدريبية في جميع المواضيع الطبية فليس فقط هدفها ليس فقط التكوين في مجال فحص بالصدى بل وحتى في التكوين الطبي بشكل عام وبشكل مستمر حضورنا نأمل أن يكون بيننا بيننا 260 جزكا 300 حاضر من جميع مدن المغرب ونحن نشكر الحضور كما أن الأستاذة المحاضرين من بينهم السيد عميد كلية الأدب بالدار البيضاء ثم أستاذاني جاء من مدينة سيفاس وأستاذة ومحاضرون ومحاضرات من مدينة الدار البيضاء نحن اليوم في كلية الطب نحتفل باليوم العالمي اللغة العربية بشاركة مع الجمعية أميكو جمعية أطب التي تعتني بشكل خاص بالتكوين الطبي المستمر ونحن هنا في شاركة معنا ننظم هذا اليوم احتفاءا باليوم العالمي اللغة العربية وأيضا بالتب النفسي تحت عنوان التب النفسي لمماريس العام اللقاء كان معيدا مهما لإلقاء محاضرة مهمة حول موضوع الطب النفسي من طرف أستاذة المختصين ولأول مرة باللغة العربية وهي سابقة في هذا المجال وأنا أسعدني وشرفني دعوة اللجنة المنظمة وجمعية الصدى والجمعية المغربية للتواصل لحضور هذا اليوم خاصة أنه خصص باستخدام اللغة العربية كوسيط لغوي خلال كل المحاضرات وهذا أمر مميز ولا شك كذلك هناك تخصيص لموضوع الصحة النفسية وهذا أمر مهم كذلك إلى حد بعيد جدا فحضوري يأتي للمشاركة في هذا الجانب بعمل بسيط وهو الاضطرابات النفسية والعقلية التي تحدث بعد جراحة القلب كان واحد نقطة لهو التواصل باللغة العربية دي اليوم رسأينا وأن الاضطرابات النفسية وأن الستراتيجية دي الوزارة الصحة اللي ستعمل بأن هذا البرنامج قد سنهتم بالاضطرابات النفسية وبالطب النفسي أرسأينا بأن هذا اليوم تكويني يكون في صالح الطبيب العام اللي تيدرب كيف نقوله عصورين بحجر يعني تكوين في إطار الأمراض وفي إطار استراتيجية اللي ماشية معها وزارة الصحة استراتيجية 2012-2016 وهذا التواصل يكون باللغة العربية لفائدة المريض هذا المؤتمر هو يدخل في إطار تكوين المستمر للطبيب الممارس لتأهيله لأداء واجبه الطبي إزاء المواطن في أحسن ظروف والأداء هذا الواجب يكون بتواصل ملائم التواصل ملائم هو إمكاني توصيل المعلومة للمريض وفهم ما يقوله المريض ولهذا يجب تنمية هذا التواصل طريقة التواصل باللغة المناسبة للمريض اللغة العربية أو الدائجة أو غيرها حسب المناطق المغربية ويأتي هذا التكوين الطبي المستمر ثمرة شراكة بين جمعية الأطباء الفاحصين بالصدى والجمعية المغربية للتواصل الصحي من أجل بلورة استراتيجية وزارة الصحة والرمية إلى تسليط الضوء عن موضوع الطب النفسي وذلك من خلال توظيف اللغة العربية كقناة للتواصل بين المريض وطبيبه المعالج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر